أهلاً أحبائنا مشاهدينا نواصل حديثنا من منطقة كمران المكان اللي اكتشفوا فيه مخطوطات الكتاب المقدس للعهد القديم وهذه المنطقة الصحراوية الجميلة رغم حرارة الشمس لكنها فعلاً جميلة وتستطيع أن تسمع صدى صوت الأنبياء وما حدث في هذه الأماكن مثل ما ذكرت أنه اكتشفوا المخطوطات وراي شايفين مغارتين كبار بسموهن مغارة التوأم في هذه المغاير اكتشفوا مخطوطة اللويين سفر اللويين بالعبرة القديم واكتشفوا مخطوطة المزامير واكتشفوا أيضاً سفر أيوب مترجم للأرامية وطبعاً واحدة من المخطوطات الكبيرة اللي اكتشفت هون تسمى مخطوطة الهيكل الناس كانت بكل مثابرة بكل جدية وبكل أهمية حافظوا على الكتاب المقدس عندما هدمت أورشاليم والغايرين هربوا إلى منطقة مسادة فالإسانيين جماعة الإسانيين اضطروا أن يخبوا كل المخطوطات القديمة في مغاير وفي الأجرار أقصد ووضعوها في مغاير لعلهم يرجعون ومن كان يظن أنه في سنة 1947 تعتبر معجزة القرن العشرين ليكتشفوا كل العهد القديم معدى سفر استير وكتبات أخرى في هذه المنطقة اندل على الشيء فعلاً الله ساهر على كلمته ليجريها فإذن شريعة الرب مهمة جداً بتعبر عن المبادئ والأخلاقيات والمطالبة أن نعيش بالسلوك والأخلاقيات للحياة الأبدية هذه الأخلاقيات التي تتكلم عنها الشريعة تتمشى مع طبيعة الله وصفات الله فالله خلقنا على صورته حتى نشابهه في كل شيء الصورة الأدبية والصورة الروحية فالشريعة هي إنعكاس عن ما يطلبه الله فنحن نعكس صورة الله وطبيعة الله في حياتنا مكتوب ناموس الرب كامل يرد النفس شريعة الرب طاهرة تنير العينين يعني كلمة الرب كاملة وشاملة وعاملة أيضاً شيء آخر لازم ندرك أحبائنا لا يوجد أحد فوق الشريعة أو مطالب الشريعة الكل يخضع للشريعة مطالبون أن نحافظ عليها أن نحترمها أن ندرسها أن نطيعها وأن نطبقها على حياتنا وبالحقيقة أن نشكر الله على كلمته وعلى شريعته أيضاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا